السلام عليكم رح نكمل معكم فيه اللي هو علاج الجيرد تريتمينت اوف جيرد بدأنا معكم بالكالسيوم كاربونات الماغنيزم هادروكسايد والالمينيوم هادروكسايد اليوم بدوانه الجديد اللي هما مجموعة دوائية الجديدة اللي هما اتش تو بلاكرز اللي هما اتش تو انتاغونست خلينا جماعة نبدأ معكم بالميكانيزم اوف اكشن هاي المجموعة اللي هما اتش تو بلاكرز في عنا يا جماعة داخل المعدة في عنا خلايا في عنا اللي هما برايتل سل تمام مسؤولة انه ايه ايش تعمل بامبينج بالضخل اللي اتش بلاس لابطانة المعدة حتى ترتبط معه السي ال ماينس وتكون عنا اللي هو اتش سي ال اللي هو مسؤول عن ايش عن حمض عنا في المعدة تمام طب شو يا جماعة عنا تمام فيه اشياء بتزود اللي هو اتش بلاس عنا بالمعدة ايش هما او ايش عنا لما عندنا الهستامين يرتبط طيب عنا هون مستقبات الهستامين فعنا مستقبل للغاسترين هورمون اسمه غاسترين وعنا مستقبل لأسيت الكولين اللي هو بسموه امي ثري تمام فعنا جماعة لما يرتبطوا للاست الكولين للغاسترين الهستامين كل هدو الثلاثة بيزودوا عنا ايش البامب بزي عنا ايش بتحفز انه ايش ينفرز اللي هو اتش بلاس ويسوي كون عنا الهور اتش سي ال تمام فعنا جماعة كيف بيشتغلوا هاي ادوية اللي هما اتش تو بلاكرز في عنا سو شايفين عنا يا جماعة الهستامين وعنا اللونه اه بنفس جيل هو اتش تو رسبتر هو مستقبل له تمام لما يرتبط فيه بتحول اي تي بي لساكل ام بي يعني بزيد عنا الساكل ام بي داخل الخلية وهذا ايش بيدفع الكالسوم من يدخل داخل الخلية وبيؤدي انه ايش يصير عنا اللي هي البامب تشتغل فعنا الهور بيطلع على اللي هو البطانة المعدة والبوتاسيوم ايش بدخل داخل الخلية ونفس ايش يا جماعة غاسترين والأسيت الكولين تمام بيرتبطوا مع المستقبلات وبرضو بنفس ايش يعني بيحافزوا عنا اللي هو تكوين هاتش سيال فعنا الهاتش تو انتاغونست في عنا الكلمة انتاغونست يعني ايش العكس بتعمل ايش بتعمل انه لانه بتمنع انه الهستامين يرتبط ايش يا جماعة معنا ايش مع الهاتش تو رسبتر فبتعمل بلوك لهذا المستقبل تمام يعني عنا مثلا الدواء مجموعة من جموعة هاتش تو بتروح المستقبل هون بتعملو ايش بلوكينج انه الهستامين ممنوع ايش ترتبط ولكن مشكلتي يا جماعة هاي الادوية اللي هم اتش تو رسبتر لانه حتى لو احنا عملنا انهيبش الهستامين وما خلينا يرتبط في عنا الكولين عشان هيك لسه في عنا افراز للاتش بلوكينج لسه في عنا ايش اللي هو افراز للاتش بلوكينج تمام هاي عنا هون نفس اشي بسموها يا جماعة البمب هاي البمب بسموها اتش بلوكينج بمب بدخل بتاسيوم بتطلع ايش اتش بلوكينج بمب هاي عنا هون عنا الهستامين للقاسترين اسيتو كولين كل واحد يرتبط لها مستقبله يعني الهستامين مستقبل اتش تو القاسترين اسمه سي سي كي بي رسبتر وعنا الاسيتو كولين اللي هو ام ثري رسبتر كلهم بدخلوا تمام بصير ارتباط بصير عنا تحول داخل خلية لاتبي لساكل ام بي وهاضي اشي بحفز انه الكالسيوم يدخل وصير عنا هي عملية الاشي البمبنج فعنا هون يجمعها بالصورة في عنا لما يجي الـ H2 Antagonist مثلا مثال على اللي هو زي الفمتدين تمام بروح يرتبط مع المستقبل وبمنع الهستامين انه يجي يرتبط تمام فهيك احنا بنعمل انهيبش ان البمب تشتغل شو عنا يا جماعة امثلة على اللي همه H2 بلكر في عنا اللي هو سيمتدين انقطع من السوق سبحانه انه سحبوه من السوق سبحانه عراضه الجانبية تمام في عنا رنتدين في عنا الفمو تدين هاي عنا هون يا جماعة اللي هما الـ H2 بلكر في عنا اسماء تجارية لهم في عنا اللي هو الفمو تدين زي الفمو دار في عنا اللي هو رنتدين زي الزانتك تمام في عنا يا جماعة اللي هما هدول هما الاسماء التجارية لهم اليوم دوانا اول واحد اللي هنحكي عنه اللي هو الفمو تدين اذا الفمو تدين هو من عائلة الـ H2 بلكر تمام بتعمل انهيبشن انه لا الـ H2 اللي هو H2 ريسيبتر اللي هو المسؤول انه الهيستامين يرتبط فيه وبالتالي يزود عنا الحموضة في عنا شو الاسماء التجارية يا جماعة على الفمو تدين في عنا الفمو دار اللي بيجي على جرعة 40 20 وعنا 10 ميلي جرام في عنا القاستريفام برضو 20 40 تمام وعنا البابتفام اللي هو 20 ميلي جرام وفي عنا 40 ميلي جرام هدول هما يا جماعة الاسماء التجارية لفمو تدين تمام هل يا جماعة رح نحكي لكم عن اللي هو الدوز للأدلت دوز تنتبهوا يا جماعة الجرعات تختلف بين الأدلت والولو البدياتريك اللي هما الأطفال وكمان حكينا نازم ننتبه لما نعطي الجرعة انه الشخص عنده مشاكل بالكبد مشاكل بالكلا تمام فعنا يا جماعة احنا بنحكي عن الناس ما عنده مشاكل بالكلا تمام ولا مشاكل في الكبد وإحنا هدول الجرعات نعطيهم إياهم تمام للأدلت فعننا جماعة حكينا كمان ان الجرعة بتختلف حسب اذا كانت حسب الاستخدام تمام حسب بدواع الاستخدام بتختلف الجرعة مثلا عننا جماعة العلاج اللي هو الجيرد تمام بتستخدم 20 ملي جرام مرتين باليوم تمام لا مدة 6 اسابيع 6 week تمام اذا كانت برانترا اللي هو اي في بالوريد 20 ملي جرام اي في كل 12 ساعة تمام اما يا جماعة اذا كان شخص حكينا لكم لما ارجعوا للفيديو يا جماعة ارجعوا لأول فيديو شرحتوا لثيتمينت اوف جيرد شرحت لكم انه العلاج بيختلف تمام واذا كان كل ما كان اشد دوريشن او المدة العلاج بتكون اطول حكينا لما يكون الشخص عنده ايروسيب ايزو بيجايتس يبكون عنده التهاب بمنطقة المريء المدة العلاج بتكون ايش اطول فعننا جماعة لهاي الحالة 20 الاربعين ملي جرام مرتين في اليوم تمام والدوريشن اوف تيرابي ابتو ايش 12 ويكس 12 اسبوع اما بالنسبة يا جماعة على الاي في 20 ملي جرام اي في ايفري 12 اورز اما هون اذا كانت الحالة الجيرد عادية تمام مالجيرد اما اذا كانت الشخص سفير انه خلص انه الشخص عنده صار عنده التهاب تمام وصار حالته سفير الشخص لازم ايش ياخد لعشرين لاربعين ملي جرام مرتين في اليوم والعلاج بكون اطول اما جماعة اذا كان شخص مش جيرد تمام عنده بس هارت بيرن اللي حرقة في الصدر عشرة لعشرين ملي جرام مرتين في اليوم بتاخذ يا جماعة من خمستاش لسكستين مينت بفور فود تمام فعنا اذا كان يستخدم يا جماعة الفاموتدين مش للجيرد اذا كان يستخدم فقط للهارت بيرن او اذا كان عنده عصر في الهضم يستخدم فقط لا ايش يا جماعة مش اكثر من 14 اليوم تمام وبتاخذ من خمستاش لستين مينت بفور ايتينج دي فود تمام متى يا جماعة لازم انه احنا نحكي نلازم نوقف هذا الدواء تمام اول ايش اذا كان الشخص اللي اخذ الدواء اللي هو الفاموتدين عانى من الهو ارتباك اللي هو الهلوسة تمام الهو صار عنده شعور بالغضب تمام اللي هو ما عنده طاقة تمام اذا صار عنده نوبات من السيجر تمام صار عنده مشاكل بالهارت بيت نبضات القلب صار فيها عدم انتظام في اللي هو نبضات القلب سع عنده دوخة تمام انكسبليند مصر البين سع عنده وجع بالعضلات سع عنده تعب او صار عنده حرارة او صار عنده اي اشي اه مشاكل او صار عنده اللي هو اليورين هو صار عنده دارك يورين تمام هون نحن نحن نوقف الدواء وطوال نروح على ايش عالطبيب شو الاعراض الجانبية لالفاموتدين الاعراض الاكثر شيوعا لالفاموتدين اللي هو الهدك صداع اللي هو الامساك اللي هو الاسهل تمام وكمام احكى لكم اي دواء ممكن يصير له حسية فنحن لازم نتأكد انه الشخص اصلا ما عنده حسية من هذا الميديكيشن اصلا اخذه من زمان وصار عنده حسية فبالتالي ما بصير نعطيه اللي هو فاموتدين فاذا كان الشخص صار عنده حسية او ما اخذ الدواء صار عنده اللي هو انتفاق في الوجه صار عنده حكة فازم طوالي انه ايش يا جماعة يروح على الطوارئ تمام اذا الشخص كمان شعر انه سا عنده مشاكل بالمود تغير في المزاج سا عنده ارتباك سا عنده اكتئاب او هلوى سيلازم برضو كمان يراجع الطبيب تمام فعنا يا جماعة عشان هيك احنا لأكثر اعراض الجانبية الخطيرة لهذا الدواء اللي هو بسا عندنا مشاكل فاست او سلو سا عندنا عدم انتظام في نبضات القلب بسا عندنا سرعة يا بطء بس عنا سيفير دوخة شديدة بسا عندنا سيجر نوبات من السيجر تمام فاي الشغلات او انه لازم ننتبه الها وانه لازم ايش بطوار انه راجع الطبيب هل يا جماعة اللي هو الفموتدين امن خلال اللي هو الحامل تمام فهما جماعة الفموتدين هو كاتوغوري بي فوجدوا انه عادي بتاخذ الحامل ولكن مش هو الخيار الاول في حالة الجرد الجفسكون يا جماعة هو اكثر اشي امن في حالة ايش يا جماعة اللي هو الحامل اما الفموتدين ممكن يستخدم ولكن مش اول خيار احنا بنعطيه تمام والافضل يا جماعة انه موضوع الحامل انه تتركوه للطبيب افضل هو يقرر عشان ما يصير عندها اي مشاكل فعننا يا جماعة افضل اشي للمرأة الحامل لو قاشت عنا عصد لي انه نحن نازل نعطيها نصائح نعطيها نبش فرماكوليجي نبدأ ما حاب ننفر موكوليجي تمام كثيرة الاكل الدسم تمام اي شي في مقلي تمام فرايد فود هاي الشغلات كمان نازم نحكي تبعد عنها واي شي حار او مبهر انه تبعد عنه ونازم تضلها جماعة ابرايت افتر ميل على الاقل ثلاثين منت احنا هون نصحناها واجت عنا ما تحسنت احنا نعطيها جبس اي شي من هدول الانتي اسد واخر اي شي ممكن نعطيها اي شي الفاموتيدين تمام منسبة يا جماعة البرست فيدنج بيحكوا انه لا يستخدم للمرأة المرضع لانه بصير عنا سكريشن للدواء بالملك فبالتالي يا جماعة وجدوا انه ممكن صير عنا للبابي تمام فاحنا ما مستخدم للمرأة المرضع وبس هيك يا جماعة عن الفاموتيدين اي معلومات او اي شي حابين احكي عنه اكتبو لي بالتعليقات وبساعدني رأيكم وعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر